أستاذا حضرتك عندي سؤال مهم برحب حضرتك طبعا مرة تانية صباح الخير عايزة أسأل حضرتك صفة السرقة هل هي مكتسبة من الأشخاص ومن البيئة ولا ممكن الطفل يتولد بيها وتبقى عنده بشكل فطري من غير ما يحس يعني في فارق بين مرض السرقة النفسي وبين السنوك العادي أنا بس الأول هتكلم عن دوافع السرقة عند الأطفال إنما السرقة مش مرض وراسل إنما هو عندي الدوافع إيه أولا رابط الطفل أن يلفت الانتباه وأنا يمكن أذكر ابن أخته هو طفل كان هو المدلل فكان والدي راح لي حج فإحنا نسينا الطفل فإذا به يصرخ يلوان أنا هنا يلوان يعني يحب لفت الانتباه فلما ما فيش لفت انتباه حب يعمل حاجة أنه يسرق الحاجة الثانية الانتقام من الأب والأم الحاجة الثالثة التقليد الشخصي لسرقة واحد عمل سرقة وقال لما سرقت كذا فعايز يقلد وإذا طبعا نتيجة إيه؟ إن فيه مسلسلات التلفزيونية بيجيب واحد حرامي بيسرق أو مشهد في مسلسل كرتوني فهو عايز يقلده الحاجة الرابع إنه بينفس عن غضبه نتيجة تشدد الولدين في العقاب أو إن الولدين بيسيبوا فلوس على التربيزة أو في مكان ظاهر فبياخدها الطفل الطفل هنا لا يدرك شيء عن الملكية إن الحاجة دي ملك فلان فهو لا يدرك مسالة الملكية هو حاجة عجبته بياخدها الحاجة التانية إذا شعر بالحرمان من شيء يسرقها هو هدف عقبته ومش بيسرقها هي عجبته عايز يخل هو ما بقاش فاهم إن دي سرق فيه سبعة شوك بالزرق سبعة الشوكولاتة ده عاجبه عايز يقل يقل فهنا عندنا براية أطفال حاجة التانية إذا حس الطفل بالتفريقة في التعامل بين أخ أو أخ عليه يعني فيه تمييز بين أخوه الأصغر أو الأكبر عليه فيبدأ عايز يسرق عايز ينتقل الحاجة التانية إن هو يثبت لأصحابه إن هو شجاع وأنا أذكر وقع لما كان عمري عشر سنين كنا بنلعب كورة تحت البيت وقعدنا فإذا بطفل أربع سنين عسون زي السكر داخل علينا أنا الشجيع أنا البطل أنا الحرامي أنا اللي سرقت البليتين من عند جعفر جعفر ده بقاه فكلنا طبعا بحكم عليه وأنا خدته جنبي كده وبرط ببراءة السن قلت له طيب لو أنت البليتين دول بتوعك وأنا جيت خدتهم من وراء تزعل ولا بتزعلش قال لي أو أزعل طيب لو اللعبة بتاعتك اللي أنت بتحبها وإنما أنا أخوتك يلمشوها لو أخ خدها منك تخباها تزعل ولا بتزعلش قال لي أزعل إذن الصح يا حبيبي أن أنت تاخد البليتين وتروح ترجع وتقول له يا عم مجعفر أنا خدت البليتين ذو الغلط وليتهم في الكيسة مع العاكة وأنا برجعهم قال لي شكرا وأنفعلا راح رجعهم إذن إحساس الطفل عايز يحس أنه عمل حاجة غير تقليدية وأنه شجاع وأنه مطف بعد ما بيسرق إلي بس يبدأ يستوى أنه أخذ حاجة مش بتاعها فيبدأ يشعر بالندم طيب لما ماما بتسأله الشرطة دي يا حبيبي فيها ألم ومصدرة مش بتوع جبتهم منين صحيح آه يا ماما فيبدأ يكذب كذبة جيب كذبة جيب كذبة يبدأ يتعون على الكذبة وهذا الكرسة في حاجة لأول آه